للفاصل كنا حديث رائع مع أحمد مجدي عن طبعا دور الأمم الأوروبية أو بطولة الأمم الأوروبية واتكلمنا على يمكن فرقتين بشكل كبير جدا فيه تناقض كبير على المستوى الهدوب نتكلم عن المنتخب الألماني هانز فليك مسيطر بشكل أكتر من رائع على المنتخب على الأجواء على الجانب الآخر اتكلمنا على المنتخب الفرنسي اللي يمكن متأخر وحنتابع مع حضراتكم ويمكن ترتيب المجموعات في هذه البطولة ويتزيل المنتخب الفرنسي مجموعته والأجواء صاخبة جدا على طبعا ديشامب وطبعا أحمد بنتكلم على هل فيه أمل هنتابع معاك طبعا ترتيب المجموعات كلها ونشوف رأيك إيه في المجموعات لكن هل فعلا عدم وصول المنتخب الفرنسي للنهايات هي القصة الأخيرة لديشامب مع المنتخب الفرنسي لا مش يبقى قبل كاس العالم يعني هو لسه كمان فيه أكثر من جولة بعد كاس العالم مثلا متخيل كاس العالم هو اللي يحسم كل شيء يعني لو ما نجحش طبعا قدامنا طبعا الدنمارك طبعا الدنمارك متصدر بشكل شكل كبير بالنقاط الكاملة كرواتيا النمسا فرنسا يمكن عنده نقطتين وده من خلال تعادلين فالأمور لسه وارد جدا عودة المنتخب الفرنسي هو وارد طبعا وارد في التوقف دايب يعني يرجع مركز تاني لا مش تاني اه يرجع مركز تاني وارد يرجع مركز تاني يعني ثمان لو وصل للنقطة ثمانية بس كرواتيا تخسر المرشين صعبة برده ولكن وارد يحسن يلازم يحسن وضع هو لازم يحسن وضع لأنه ده هيفرق كمان بعدين في النظام الملحق التأهيلي في موقع منتخب فرنسا في الملحق التأهيلي بعدين ففعلا ممكن تلاقي نفسك قبل يعني بعد كاس العالم مش موجود كمان تبقى ضربتين فعلا بس هو كاس العالم فعلا لو فرنسا مرحتش بعيد ما وصلتش مينمو المربع الزهبي طبعا مفيش داعي لوجود دي شمت ومفيش داعي أصلا يعني هو اللي هيبقى مطالب بتبريره بقاءه مش مطالبين ان احنا نقول له وليه هيمشي خصوصا في بديل فعلا زي محارتك قلت زي دان بيسخ وزي دان بيسخن فيه نشوف المجموعة اللي بعد كده برضو نتابع معاك يا أحمد برضو الفرق الموجودة وبرضو توقعاتك للوصول دي المجموعة A2 طبعا أسبانيا في المركز الأول البرتغال تشيك سويسرا مجموعة قوية أنا شايفي الأربع فرق قوية جدا خاصة المنتخب السويسري يعني بيقدم مستويات رائعة ووصل لكاس العالم بشكل جيد مع مراد يكين طبعا زميل السابق في ألمانيا شايف المجموعة دي ازاي المجموعة دي برضو معقدة جدا وصعبة التوقف ده من أهم التوقفات عشان ببرتغال عندها أسبانيا وعندها سويسرا أسبانيا عندها البرتغال وعندها تشيك صحيح أسبانيا ماشية آه بخطة سابتة ولكن الفرق مش كبير خلص مع ببرتغال لحن نتكلم على نقطة واحدة ونتكلم على مجموعة رقميا جاهزة أن كل حاجة يحصل فيها يعني نتكلم تمانية سبعة أربعة ثلاثة كل حاجة وردة كل شيء وارد في الوقت الراهن لو أسبانيا والبرتغال لتعادلوا مع بعض كل شيء بقى مفتوح وده هو مرشح جدا أنه هو يحصل صحيح كريستيان رونالدو طبعا فترة مهمة جدا 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 في وجوده في المجموعة دي جدا أنا متخيل برضو التوقف ده من أهم التوقفات في حياة رونالدو لأنه بيمر بفترة صخبة جدا وعدم وجود عدم مشاركته بشكل أساسي آه لازم لازم يظهر دلوقتي أنه هو أولا هو كريستيان رونالدو بقيله وعشر ماتشات ويتم متين ماتش داول متين ماتش داولي فهو يعمل في التوقف ده ماتشين كاس العالم ممكن يخلص الموضوع الماتين دا يعني لو وصل بعيد ممكن يخلص الموضوع الماتين دا أو يبقى خلاص على شفا ماتش أو ماتشين من المسألة دي وده شيء يعني يدللك قديل العاد ده أسطوري في كرة القدم يعني بدون أدنى شك بس عنده التوقف ده تحدي كبير لأنه لو عمل لحظة كبيرة بقى زي مثلا نكسب أسبانيا مثلا بهدف متأخر هو اللي يجيب أو حاجة زي دي هيرجع لتنهاج محمل بقوة كبيرة جدا إن أنا لازم ألعب أنا لازم أعمل فأنا متقل دي ده وفع كتير جدا عن درنالدو دلوقتي خاصة أنه مش عايز يدخل في مرحلة الشك